اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس نواب الدعم النيابي المتواصل للإجراءات والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19 ومساندة المبادرات الوطنية الرامية لتجاوز الظروف والتحديات وتحقيق الاستقرار لبملكة البحرين في جميع القطاعات والمجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قمت بها معالي رئيسة مجلس نواب وعدد من أصحاب السعادة نواب لمركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات حيث اطلعت معاليها على الإجراءات المتبعة في فحص المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس وأشادت معاليها بالإجراءات المتقدمة والتدابير المحكمة المتبعة والجاهزية الكاملة التي تمثل ضمانة لتطبيق المعايير المعتمدة دوليا وما يمثله التنظيم المثالي في مركز الفحص من انعكاس مميز للجهود المبدولة من قبل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمر الذي يبعث بالاطمئنان بوجود رؤية واضحة تثبت قدرة مملكة البحرين على تجاوز هذا التحدي وتحقيق سلامة الجميع ونوهت معاليها إلى أن الإجراءات الأخيرة لعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية تجعل من الوعي المجتمعي تتأهمية كبيرة والرهان الحقيقي لمنع تفشي الفيروس ودعم الجهود التنموية لمملكة البحرين وتحقيق الاستقرار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي كما أشادت معاليها بالدور الوطني الرفيع والمساعي المخلصة للمرابطين في الصفوف الأمامية لمكافحة الفيروس وما يقدمونه من دروس في التضحية والعطاء من أجل مصلحة الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين